بدأ عهد جعفر ولي باشا الرئيس الرابع للنادي الاهلي وفي الاجتماع التاني للجنة العليا يوم 5 مارس 1924 لم يحضر عزيز عزة باشا الرئيس الاسبق للنادي وعضو اللجنة العليا وكان السبب ان عزيز عزة باشا اصبح اول سفير لمصر لدى حكومة بريطانيا العظمى بعد ارغاء الحماية البريطانية عن مصر اقترح فؤاد اباصة بيك ان يتم تصعيد احمد فؤاد انوار بيك وهو التالي في ترتيب الاسوات بعد المنتكبين عشان يحل محل عزيز عزة باشا بصفة مؤقتة طول مدة تغيبه عن القدر المصري وفقت اللجنة العليا وبالمناسبة عزيز عزة باشا هو الرئيس الوحيد في تاريخ الاهلي اللي اصبح عضو في اللجنة العليا بعد ما كان رئيس لها واستقبل فريق كرة القدم بالنادي الاهلي رئيسه الجديد بالفوز باول بطولة لكاس مصر فيه تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد اربعة واحد فريق السكة الحديد في الوقت ده كان من اقوى الفرق المصرية ويكفي انو كان بيضم حسين بيك حجازي ابو الكرة المصرية وفي عام 1924 انعقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتخاب مجلس ادارة جديد وترشح جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي على منصب وكيل الاتحاد الدولي لكرة القدم وسافر وفد مصري بيضم رياض شوقي وحسين حجازي واسماعيل يسري ويوسف محمد وفي الانتخابات حصل مرشح فرنسا على 34 صوت ومرشح مصر على 30 صوت ومرشح الولايات المتحدة الامريكية على 20 صوت يعني فرق اربع اصوات بس منعت جعفر ولي باشا انه يكون وكيل للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن ده كان اول تواجد مصري في المحافل الرياضية الدولية